تجددت التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا والفساد وسوء الإدارة الحكومية ما تسبب بمعاناة مضاعفة لشريحة واسعة من الشعب العراقي الذي ما زالت نسب الفقر والبطالة في صفوفه بتصاعد مستمر حيث شهد العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الرئيسية لا سيما مادتي الطحين والزيت وباتت هماً واهتماماً من قبل المجتمع العراقي الذي تتقاذفه حزمة من المشاكل والأزمات المختلفة والتي كانت وقوداً لثورة شعبية تفجرت في تشرين الأول من عام 2019 ضد الفساد والبطالة وترد الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد الحكومي ورغم الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل تصفير الرسم القمرقي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين والقبض على بعض تجار المواد الغذائية بتهمة التلاعب بقوط الشعب ورفع الأسعار إلا أن كل هذه الإجراءات لم تلجم هذا الصعود الصاروخي في أسعار المواد الغذائية المتحدث باسم وزارة التجارة برر عجز وزارته عن كبح جماح ارتفاع الأسعار بالحرب في أوكرانيا لثقلها الكبير في إنتاج الزيوت والحنطة هذه الأزمة التي باتت ترهق كاهل الطبقات الفقيرة المثقل أصلا بالفساد وخفض قيمة الدينار أمام الدولار قد تكون وقودا مجانيا لتجدد ثورة تشرين بنسخة أكثر عنفا وعنفوانا هذه المرة ترجمة نانسي قنقر